اشتركوا في القناة يتي تتويجا لدبلوماسية مغربية حققت نجاحات عدة في هذا الملف من الاعتراف الامريكي التاريخي بمغربية الصحراء وصولا للحراك الدبلوماسي في الاقاليم الجنوبية واليوم بعد ان وضع اعداء الوحدة الترابية على قلتهم في مواجهة المنتظم الدولي الذي يؤكد ان هذا الملف طال امده تتجه الانظار الى المبعوث الاممي ستفن ديمستورا الذي سبق ان بدأ جولة في المنطقة بحثا عن توافقات تؤدي لانعقاد الموائد المستديرة بحضور جميع الاطراف فكيف يمكن لهذا الاجماع الذي تعزز بموقف الماني داعم تلاه اخر اسباني ان يسهل من مأمورية ديمستورا ويضع من يبحث عن عرقلة المسار الاممي امام تحدي صارخ للادارة الارادة الاممية ما يعني عواقب وخيمة ستكون بالانتظار للاجابة عن هذا السؤال واسئلة اخرى اطرحوا هذا الملف يسروني ان ارحب باسمكم بضيف التحرير لهذا اليوم الاستاذ عبد الحقص نايبي الخبر في الشؤون الامنية والاستراتيجية اهلا ومرحبا بك بكرا اخي نوفلو من خلالك وجه التحيي لجميع مشاهدين قناة بديعان تيفي اهلا ومرحبا بك اذا عهد جديد في العلاقات الاسبانية المغربية تطور تاريخي تطور ملحوظ كما قالت وسائل الاعلام الاسبانية فيما يخص الموقف الاسباني الذي كان في منطقة الحياد في كثير من الاحيان ضد المصلحة الوطنية المتعلقة بالقضية المركزية قضية الصحراء المغربية اليوم تحدثنا مرارا وتكرارا عبر هذه القناة عن هذا الحدث تطوراته ولكن في قراءة مستقبلية للموقف الاسباني التاريخي كيف ترى انعكاسته على جولة ديمستورا على حواراته المرتقبة مع مدريد مع الرباط مع الجزائر مع ممثلي الجبهة الانفصالية للوصول الى الغاية والهدف ألا وهو الموائد المستديرة وعقدها في مكان ما من أوروبا أو حتى في منطقة أخرى أعتقد أخي نوفل أن هذا الموضوع يجب أن يقرأه من زاوية معاكسة وليس من تأثير الموقف الالماني والموقف الاسباني على جولة ديمستورا أو على مواقف الأمم المتحدة ولكن هو تأثير مواقف الأمم المتحدة على مواقف مجموعة من الدول وهنا نعود إلى التقرير للأمين العامل الأمم المتحدة ونعود إلى القرار الأممي 26 سفر جوجل الذي ربما لم يقرأه البعض بالكثير من تمعون وخاصة الحيتيات والأحداث التي سبقت يعني هذا القرار 26 سفر جوجل إذا ما لاحظت وتتبعت إلى كيف صارت الأمم في تحرير تحرير معبر القرقرات فهذا مؤشر مهم لم ينتبه إليه البعض على اعتبار أنا وهذا الرأي يلزمني ولا يلزم أحدا في شيء وقد يتقاطع معي مجموعة من المحللين أن مجلس الأمم الدول والأمم المتحدة اعترفت بالسيادة دين المغرب على صحراء المغربية من خلال سكوتها على تحرير الأمني للمعبر القرقرات وعتبر ما قامل به المغرب هو تصرف سيادي يعني حينما تحرك أجهزتك السيادي لتحرير معبر تعتبره بأنه مغربي وتوافقك للأمم المتحدة فهذا يعني أنا اعترف بمغرب الصحراء وهنا في العلاقات الدولية هناك نوعين من الاعترف هناك الاعترف الصريح هناك الاعترف الدمني هذا يدخل في إطار الاعترف الدمني وهذا ما فهمته مجموعة من الدول التي صارت على نجح الأمم المتحدة وعلى نجح القرارة للمجلس الأمم الدولي لأن هناك نفس دولية تجيء إلى الطيل النهائي لهذا الملف وكما تفضلتم بالقول بأن هذا الملف طال أكثر مما يجب وإذا ما تحدثنا عن الموقف الإسباني إسبانيا هي أكثر دولة ممكن أن تتضرر بظاهرة انفصال إسبانيا البيئة استراتيجية دياله هي بيئة معقدة بيئة غير مستقرة بيئة الكتالان ولولا وأنا أقول في مشكلة كتالان لولا الدعم الأوروبي الذي بصفة انتقائية دعم إسبانيا وحشر الكتالان في الزوية لكانت الأمور ممكن أن تخرجها للسيطرة كذلك حينما نتحدث عن البيئة الستراتيجية الدولية فأنا أقول بأن آفة العصر ومعددة العصر هي انفصال حينما نتحدث عن المشكلة أصل المشكلة حيث حينما تحدثنا من هذا المنبر على الأزمة الروسية الأوكرانية الأصل فيها هو أزمة ديال الانفصال لا من الجانب الأوكراني ولا نجانب حتى الروسية دونباز دونباز ولا حتى الجانب الروسي لأن لماذا كانت تردد الفعل العنيفة لروسيا لأن كانت هناك مخططة وكانت هناك استراتيجية فأقول بأن ضرورة تقسيم روسيا ولكن لماذا استحضر النموذج الروسي ونحن نتحدث عن هذه القضية لا أنا أقول بأن ما نعانيه الآن أقول وأكرر أنها إزمة الانفصال وهي المعادلة لدين الانفصال قلنا حينما كان المقاف دين المغرب في البيان دين الوزارة البلاغ هنا لم يكن يقصد أوكرانيا ولوحدها هذا مبدأ كان يقصد أوكرانيا وكان يقصد حتى الروسي لأنه يعرف بأن التوجهات لذلك قلنا بأن الآفة هي الانفصال والكل عرف في أوروبا حاليا أن هذه المشكلة الانفصال يمكن أن يؤدي إلى تدير الاستقرار حتى حينما نتحدث حتى عن الضاهرة الإرهابية في نهاية المعطف ما هو الهدف للتنظيمة الإرهابية هو خلق مناطق التوحج وإدارة مرات التوحج وفصلها عن الدول وبالتالي إحداث كيانات منفصل على الدول تجزئ المجزاء وتقسيم المقسم وحتى خلق الأمن والاستقرار في الدول يساعد على أن يكون هناك أنظمة هشة وبالتالي يؤدي إلى بيئة خصبة للجماعات المتطرفة والإرهابية وهذا الشرط مقدم للدخول يعني أن حتى انظمة الإرهابية تبحث على مناطق لإدارة التوحج تكون فيها هشة ولا يكون فيها تركز الأمن للدول وسنعود لذلك لأن الواقع الحالي في السحل والصحراء الواقع الحالي في القارة الأفريقية الواقع الحالي في هذا الجدار الهشة الذي يفصل أوروبا عن دول جنوب المتوسط ربما سيؤدي بالتعجيل في حل مجموعة من الملفات وعلى رأسها ملف الصحراء المغربي ولكن قبل ذلك نحن نتحدث عن إسبانيا صحيح ليست عضو دائم في مجلس الأمن ولكن إسبانيا محرك أساسي للمشكلة وقد تكون جزء من الحل فيما يخص قضية الصحراء المغربية هي المستعمر القديم شينما بينها هي حافظات التاريخية شاهد على العصر فيما يخص الواقع المعاشف الأقليم الجنوبية المبلكة وكيف كانت السيادة المغربية تصل إلى أبعد من ذلك حتى جغرافيا الشيء بشيء يذكر هذا تاريخ يمكن لأحد إنكاره فما هو فعالية الدور الإسباني خاصة أن إسبانيا كانت مترددة وكانت في منطقة رمادية وكانت تحاول التواصل مع البيت الأبيض فور إعلان دونالد ترامب لهذا المرسوم الرئاسي بأثر فوري وقانوني تم ترجمة وحتى في إدارة بايدن كانت إسبانيا مرتبكة إذا تتذكر حتى حوار الأزقاء أو حوار الرابعين تانية ديال الصنجز مع بايدن يعني هو كان يعتقد بأن تغير رأس الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن نغير توجه السياسي الولايات المتحدة الأمريكية وولايات المتحدة الأمريكية ليست من جمهورية الموزية دولة أطوية ونحن استمرارات القرارة أنا حينما تحدث عن الموقف الإسباني أن تحدث من تأثيره على المستوى الداخل وعلى المستوى الخارجي أعتقد هناك بنية سياسية معقدة ربما أخرت حتى هذا القرار وحينما إذا رجعنا إلى مجموعة من تصريحات التي تقاطرت يعني تباركة القرار هذا كان هناك تصريح ديالزاباتيرو رئيس الحكومة السابق الذي قال أن هذا القرار كان ممكن أن يأخذ سنة 2008 إذا ما استمعنا إلى تصريح ديال المدير ديالصحيفة لارازون لإسبانيا قال بأن أسحراء الغربية لم تكن يوما مغربية كانت دائما تحت السيادة المغربية موراتينوس وزير الخارجي الإسباني الأسبق سنتطرق إلى جميع المواقف ليس المواقف الإسباني المواقف الفرنسي المواقف الإيطالي المواقف الروسي المواقف للاتحاد الأوروبي التي باركت حتى هي هذه القرارة ديالإسبانيا لكن أقول بأن هي المستمر السابق هي من تمتلك المفاتيح هي من لها أرشيف قوية على المنطقة وكذلك الدور ديالإسبانيا حتى في أمريكا اللاتينية نعرف أن لها دور وها تأتي مجموعة من دول ثقافي وحضاري ثقافي وحضاري وهناك مجموعة من دول أغلب الدول للأمريكا التي نطيقها بالإسبانيا وبالتالي منتظر أن يحدو حيث إسبانيا وهذا هو المنطقة هناك تغير في مواقف دول أمريكا هناك كولومبيا برازيل هناك مجموعة من الدول التي اليوم تربط علاقات جيدة بالمغرب وهذا يحسب الدبلوماتية المغربية التي نجحت في أجراءات استراتيجية الملكية في مسألة القضية صحيح اليوم على مستوى ستفان ديمستورا عقد جولته الأولى أتعلم أول مسؤول في المنطقة استقبله أو كان له لقاء مع ديمستورا كان ألباريس وزير الخارجية الإسباني وحتى إبان الأزمة كانت في أوجهة مع الرباط ولكنه قال بأنه يدعم مجهودات المبعوث الأممي وصرح بذلك علانية من قلب بروكسل على همش لقاء كان ودي في البداية ثم لقاء رسمي آخر جمعه بدمستورا فيما يخص الجولة الرسمية التي انطلقت من الرجل الذي يعيش الآن حاليا يقيم في بروكسل وحتى الطائرة التي يتنقل بها هي طائرة عشكرية إسبانية إسبانيا شيئا ما بينها قد نقول أنها قدمت بوادر لحل الأزمة ما بين مدريد والرباط ولكن اليوم هذا الرجل ديمستورا الذي لا يريد الفشل في هذا الملف أكيد أنه سعيد ربما بالقرار الإسباني لأنه يسهل عليه أمور كثيرة جدا مع طرف فعل في الأزمة أولا أنا أعتقد بأن القرار الإسباني أقوى بكثير من مجرد أنه يعني لقاء ما بين ما بين ستيفان ديمستورا ما بين وزير الخارجي الإسباني أنا لا أربط هذا بداك أنا أقول أن الموقف الإسباني مسبقا حتى منذ أن تم تعيين ديمستورا ولقائه الأول في بروكسل على هامش الاجتماع للتحاد الأوروبي في وزارة خارجية الدول للتحاد الأوروبي التقى وأكد الرجل دعمه أنا ما أريد أن أشير إليه لو سمحت لي السينوفل وأن الجميع أشار إلى عبارة أن المقترح المغربي للحكم الداتي هو الأكثر جدية ومصدقية ودى لكن هناك جملة أخرى مهمة ومهمة جدا قابل للتطبيق هي أنه قال في النقطة الثامنة من رسالة بيدرو شونسيز الذي أعاد سياغة ذلك البلغ للدول الملكي قال بأن إسبانيا ستعمل على ضمان الوحدة الترابية للبلدين وهذه أنا أعتقد بأن نقطة مهمة ومهمة جدا ديمستورة متسلح بالتقرية للأمين للأمم المتحدة ديمستورة متسلح بالاعتراف للولايات المتحدة الأمريكية ديمستورة متسلح بمجتمع الدولي يريد إنهاء القرية ديمستورة متسلح بالرغبة في إعادة رؤية دي الرقعة الشترانج الكبرى وفق بجموعة من التوازنات التي تترى في المغرب يعني فاعل إقليمي ضروري منه ليتحقيق الأمن لا على الضفة الشمالية المتوسط ولا الضفة الجنوبية المتوسط وأنت تحدث عن الضائرة الأرهابية لم تعود حصرا على منطقة الساحل والسحر ومن أسبوع كانت هناك عملية إرهابية ثلاثة عملية إرهابية متزامنة تم تفكيك ثلاث خلايا إرهابية في ضرفية متزامنة في المغرب وفي الجزائر وفي تونس مما يؤشر على انتقال النشاط الإرهاب من ساحل والسحر إلى شمال وإفريقا وبأخرى أنه لا يمكن أن نلخص الاعتراف التاريخي الآن الإسباني بجدية هذا المقترح وبأنه المقترح الوحيد القابل للتطبيق مقترح الحكم الذاتي ولكن في نفس الوقت اليوم أنت تقول ها هي إسبانيا وهذا التطور التاريخي إيطاليا يقول وزير خارجية الإيطالي الأسبق بأن إيطاليا ستحذو حذو إسبانيا الاتحاد الأوروبي يرحب وقد يكون هناك قرارات أخرى فيما يخص فرنسا دائمة الاعتراف بجدية وواقعية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي وهي شرك استراتيجي وحليف خاص للمملكة المغربية الولايات المتحدة روسيا تمارس سياسة النائب النفس وكأنها يعني تراقب تعاين فقط الصين لم تعترض أو تمانع في مجلس الأمن على القرارة 26-02 وهذه هي قوة عظمى أكيد صوتت كينة في أفريقيا التي كانت سعادين لسنوات من دبها هو من ترأس الجلسة التي تم فيها في السويت ورفع يدها اليوم نتحدث عن منتظم دولي يقر بالإجماع ليس فقط لسياقات دولية أو إقليمية ولكن لعدالة هذه القضية بأن هذا الصراع أطال أمده ما هي ربما حيل أو المؤامرات التي يمكن أن تنسج من أعداء الوحدة الترابية الآن يعني الأمور شبه انتهت الملف كما تقول دبلوماسية المغربية في طريقه للطي وأنت تحدثت على إسبانيا وتحدثت على الدول دي الأفريقيا وأنت عندما أعطيتم مثل بكينيا فمجموع من الدول الأفريقيا قلنا بأن صناعة القرار لم تعد تصنع من الفوق إلى التحت ولكن أصبحت تصنع من التحت إلى الفوق في دولة مثل كينيا هناك نخب سياسية هناك مجتمع مدني هناك لوبيات وقوة دي الأضح حتى إلى درجة أن نائب الرئيس نائبي الرئيس دي الكينيا لا وليام روتو ولا رودينغا خالصا وليام روتو قال بأن مقترح حكم داتي دي المغرب هو المقترح الوحيد وقال أكثر من ذلك ومرشح للفوز ومرشح بقوة لا هم المرشحين في صالح الأطروح المغربية كلهم مع المغرب وأكثر من ذلك رودينغا قال بأن الجزائر الأموال التي تصرفها من أجل شراء الولايات كان ممكن أن تخسرها ولا أن تصرفها على قدية الشعب الجزائري الموضوع أنا أعتقد بأنه أخطر من ذلك لم يصبح المشكل مثلا عند الجارة الشرقية في اعتراف الدول بمغربية الصراء الجزائر وهذه الحقيقة التي يجب أن تسجل الآن الجزائر تريد إطالة أمد النزاع لأن عندها قنبلة موقتة في تندوف عندها دولة قائمة التواجد في تندوف عندها نظام هو البلزار الذي يسل الأمور في تندوف وهناك ترسيم هناك اتفاق سر للترسيم حدود بين البلزار وبين النظام العسكري الجزائري يصل إلى حدود بشار هناك إذا ملاحظت في الأخبار بأن إبراهيم غالي الملقب بالطوش يقوم بتدشينات لمجموعة من المشاريع قام بتدشين مستشفى قام بتدشين مصنع لتدور البلاستيك قام بتدشين مع هذا وبالتالي حينما يقوم شخصهم بمجموعة من التدشينات فهذا رمز من رموز سياده هل تعتقد بأن فرحات مهني مثلا الذي يمتل مثلا هذا القبائل في فرنسا هل تعتقد بأن هو يجرأ ولأجي لعنده لجوء سياسي في فرنسا هل تعتقد أن هو يجرأ مشروع مثلا في فرنسا غير ممكن وبالتالي هناك حديث على أن جبهة البوليزاريو تطالب بحقام الكعكة وتطالب بكيان وتراب أينما كان الوضع سواء كانوا في السحراء المغربية قديما طلبوا من الحسن الثاني أن يطلق قيادهم في مورطانيا والآن يطالبون بكيان ترابي في البوليزاريو وهذا ما تخشى الجزائر لأن هناك قنبلة موقوتة المغربين يوفقها حتى إذا كان حل نهائل هذه المشكلة هناك سحراويين مغاربة والذين مسجلون في اللوائح 1974 والذين لا يزيدوا عندهم على 10% من المتواجدين من المرتزقة جاءوا من مالي جاءوا من نيجر جاءوا من مورطانيا وبالتالي هناك قنبلة بشارية هناك قنبلة إمنية هناك كارثة وهناك تهديد بالتفكيك للجزائر شفنا بأن هناك غضب لم تتحدث عن هناك غضب في المخيمات هناك أناس ينظرون إلى أبناء جلدتهم اليوم في الأقاليم الجنوبية كيف يعيشون كيف يستفيدون من حياة ديمقراطية يسيرون شأنهم المحلي يشاركون بأعلى نسب في انتخابات تشريعية ومجالس محلية ويستفيدون من نموذج تنموي نفذ ما يصل إلى أكثر من 90% من مشاريعهم ورؤى استراتيجية للمنطقة وهذا تم تنفيذ على الأرض هناك انفجار في منطقة تيندوف هناك مواجهات مع رقيبات مع قبلة رقيبات وما يسمى بعناس الشرطة دي البوليزاري وبالتالي هناك انفجار هنا حقيقة إذا ما تدخل المنتظم الدولي وضمن لهذا اللاجئين الحق في اختيار مصيرين فلن تجد أحد من هذه القبائل في المخيمات وبالتالي هناك نداء للعودة وأي واحد أي واحد هناك في المخيمة يحاول أو ينطق بصوت الحقيقة ويعود الرجوع إلى الوطن يتم إخفاء وقصرا وهذا ما وقعه مما يسمى بوزير الجالية بوليزاريو مصطفى سيكو الباشير الذي هناك 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 تسريبات تقول أنه تم تسفيري بعد تصريحاته في فرنسا بعد تصريحاته مدريد للتشاور وهذا القرار العبثي في الدبلوماسي هذا قرار سيادي للدولة الإسبانية للمملكة الإسبانية مع جارة وحليفة اسمها المغرب وبالتالي لماذا يتدخل طرف ثالث هذا هو السؤال اليوم كيف يمكن أن تصرف الجزائر هذه الأزمة هي في أزمة هي في عزلة هي أمام مواجهة قانون دولي مجلس أمن ومنتظم دولي أيضا أي إفشال للموائد المستديرة لابد أن تتحمل العواقب وبالتالي كيف يمكن أن تصرف هذه الأزمة أمام إجماع دولي قلنا تعزز بالاعتراف الإسباني أو بالموقف الإسباني ولكن سبقه موقف ألماني سبقه اعتراف تاريخي أمريكي سبقه تحالف عربي وخليجي وإسلامي مع المملكة المغربية لابد أن نركز على ذلك لأن الجزار تلتفت لدوبي كما تلتفت لواشنطن وتلتفت للرياض كما تلتفت لباريس ومدريد الأمور يعني بدأت تصعب أكثر فأكثر على أعداء الوحدة الترابية هناما كانت القرية دي بنبطوش والدخول دي وغير الشراء إلى إسباني كان هناك موقف بعربي موحد مع تحفظ الجزائر وبالتالي كان المغرب عند دخل فيها عربية مريحة كان موقف دي الدول مجلس تعاون الخليجي كان موقف صريح وقوي جدا أنا أريد أن أقول إذا كان من حق أي دولة أن تسحب السافرها لأنه شكل الأشكال لحتيجات لأن مستوية الحتيجات الدبلوماسية تختلف من قطع علاقة الدبلوماسية إلى تجميد إلى سحب السافر إلى مجموعة من الأمور لكن أنا ما يهمني فهد الأمر هو أن الجزائر ظلت تصرخ وتلح على أنها ليست طرفا في هذه السرعة وبأن الطرفية السرعة هو المغرب والبوليزارو إذا لماذا تستحب السافر دي لكم أنت لست طرف هذا هو السؤال هذا يؤكد بأنها هي يؤكد لمن أراد من يحتاج إلى تأكيد بأن الجزائر هي الطرف الرئيسي والمعرقل في هذه المشكلة أما على الاتجامات بالاتفاقيات فأنا أعتقد بأن كان الاتعاد الأفريقي سنة 2018 في موريطانيا أنه أخذ واحد القارة 693 على قمة الاتعاد الأفريقي اللي يكون فيروس القارة 693 وفي تعتريف الجزائر بالدور الحصري لأمم المتحدة في حل هذا الموضوع هذا وتم تعيين طرويكا من رئيس السابق الاتعاد الأفريقي والرئيس الحال ورئيس المفوضية لدعم لدعم المجهودات الأمم المتحدة في إيجاد حل بعد ذلك مباشرة تم عندما خارج القارة ستعوشان سفر جوج الذي في صلاح المغرب سبقت الجزائر وقالت بأنها ضد هذا القرار ولن تشارك في المواء المستدير وبالتالي أنت تعري بأنك أمام دولة لا تعترف بالقانون أمام دولة لا تسخد الاتفاقية الدولية أمام دولة لا تستنم حتى التزامتها إذا كان المغرب كدولة عند 12 القرن التوجد المادي والسياسي التزيب به باتفاقية وقرارات وقعها في القرن 15 والقرن 16 والقرن 17 نجد أن دولة لا تساعدوا باتفاقية قامت بها منذ 3 أو 4 سنوات أعطيك مثال حي هو ما نفر مدريد هو أغلاق أنبوب الغاز المغاربي الذي كان حلقة توصل ما بين الغاز الجزائري والمستهلك الإسباني اليوم من أجل عن تريات قمت بهذا التصرف التي أضر بمؤسسات وشركات في طرفية جيد حساسا على الأزمة الأكرانية وقطع حساس في إسبانيا وضعت على نفسك وعلى شعبك مليارات الدولارات بإمكانك كنت أن تلعب دورة البديل ولكنك تعشق دائما دورة الكمبرس اليوم قد تعقد الموائد المستديرة بحضورهم أم بعدم تواجدهم يعني ستبندي مستورا لا يريد الفشل على غرار الملف السوري رجل خبير أتحدث عن الشخص لأن دور المبعوث الأممي دائما وأبدا كان هاما جدا المرجعية الخلفية وأيضا الشخصية التي يتمتع بها أي مبعوث أممي يأتي وهو تم الموافق عليه من الجزائر كما هو عليه الحال من الرباط اليوم لا بد أن تعقد وإطالة أمد هذا المسلسل الأممي ليست في مصلحة أحد والإرادة الدولية تعكس بأن هناك يعني أولوية لهذا الملف بالنظر للسياق الذي تحدثت عنه قبل قليل فما البداء ما الحلول رفضك وعدم حضورك لعبة الكراسي الفارغة لم تعد تسمن أو تغني منجوع مع الأجهزة الأممية سياسة الكراسي الفارغة أكثر منعانة منها والمغرب يعني أضعنا سنوات وصنوات أننا بس تبع سياسة الكرسي الفارغ ونخرج من الانتعاد الإفريقي وثم عدنا إليه سياسة الكرسي الفارغ أعتقد غير تابتة وأنا أعتقد بنسبة استفادة من السرعة أتمنى أن تكون تالتة تابتة لأن هذا الثالث ملف يتيم تتكلم به وبالتالي نتمنى أنه إنجح معه وأعتقد بأن المجتمع الدولي وراءه بين الولايات المتعدة وراءه بأن هناك إنزال دي الاعترافات بهذا الجدية دي المقترح المغربي بل أكثر من ذلك أن هناك اتجاه إلى الطي النهائي لهذا الملف والاعتراف المغربي السحراء للمرور إلى ما هو قادم كان بالإمكان نتحدث على الموقف البريطاني الموقف بريطاني لأن موقف مهم لأن بريطانيا هي عضو دائف مجلس الأمن الدولي بريطانيا تسير بهوى ونفس أمريكي بريطانيا لها شركة استراتيجية مع المغرب في إطار مد الطاقة تجاه بريطانيا وإنارة أكثر من 7 مليون بيت بريطاني بريطانيا هناك شركات كبرى ستتمو في الأقاليم الجنوبية السحراء المغربية وإذا تذكرت أن الشرط المغربي لا يمكن أن تكون هناك شركة تجارية دون أن تشمل هي تشمل أقاليم الجنوبية ولكن دون إعلان صريح بمغرب السحراء وأعتقد بأن بريطانيا بحكم المنطق وبحكم المصالح استراتيجية والحيوية والمواقف السابقة أعتقد بأن في الطريق لأن تحدو ربما حدو الولايات المتحدة الأمريكية ولا أقول مجرد فرنسا وإسبانيا واليوم أيضا هذا التطور التاريخي بإسبانيا بما تحدثت عنه من شراكة مع بريطانيا وقد تنسج العالم والولايات المتحدة بألمانيا التي أيضا هي الأخرى عادت إلى جدة الصواب وأقرت بجدية وواقعية مقترح الحكم الذاتي ألا يعيد أمريكا إلى الواجهة ويمنح أعتقد ورقة هامة جدا لإدارة جو بايدن الذي قال بأن الولايات المتحدة ستعود وإذا بها تعود عبر مغرب قوي على المستوى الإقليمي وشريك استراتيجي للانتحاد الأوروبي وحليف لواشنطن خارج الناتو ألا تعود اليوم إلى بوابة جديدة هي أفريقيا عبر حسمها لملف مصيري وحساس ربما أدى إلى ضعاف القارة في أمور كثيرة جدا على رغم من صلابة ومقاومة المملكة المغربية لكل المؤامرات أكيد أمريكا سبا هذا ما قاله بايدن هنا ما نتحدث على الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب كذلك المغرب وبريطانيا هناك نسينا مع بريطانيا لكن هناك اتفاق استراتيجي سنة 2018 وكذلك الشاركة سنة 2019 الولايات المتحدة الأمريكية هناك اتفاق عسكري وهناك اتفاق تولاتي الولايات المتحدة الأمريكية ترى في المغرب هو المؤهل اللي تنفيذ يعني الرؤية الولايات المتحدة في المنطقة هناك تهديدت عسكرية تمتيل التمدد الإيراني هناك تهديدت أمنية تمتيل تنظيمة الإرهابية وإذا مشفتي على الخارطة دي لإفريقا لا يوجد من هو أكثر من المغرب المستقر أمنيا وسيئسيا ونظاميا في تنزيل هذا التصور الذي يمكنه أن يحفظ الأمن والسلم في المنطقة وإذا كانت إسبانيا هي بوابة المغرب نحو أوروبا فإن المغرب هو بوابة إسبانيا وأوروبا نحو أفريقيا وبالتالي أوروبا تحتاج إلى مغرب المستقر إذا كانت تريد استقرار لنفسها وعلى هؤلاء أن يقبلوا جارا قويا مزدهرا موحدا يعني من كان يرفض بالأمس عليه أن يقبل هذا الواقع الجديد أشكرك جزيلا شكر أستاذ عبد الحق السنايبي وأنت الخبير الأمني والاستراتيجي شكرا لك على المشاركة شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع إلى اللقاء